اكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة المالك للعمال الإنسانية وشؤون الشباب أن المسيرة الناجحة لفريق قرطب الإسباني بالرئاسة البحرينية في المسابقات الإسبانية وتسجيله انجازا جديدا في أطول مسيرة نتائج إيجابية دون خسارة تؤكد ما يحظى به الفريق من اهتمام ودعم من إدارة النادي ودلالة على الجهود البارزة التي يبدلها اللاعبون والجهازان الفني والإداري للفريق نعم أشار سمو الشيخ ناصر بن حمد إلى أن وصول قرطب إلى 12 مباراة متواصلة دون خسارة في المسابقات الإسبانية حافز كبير للاعبين في مواصلة تحقيق النتائج الإيجابية في المرحلة القادمة خصوصا وأن الفريق مقبل على مرحلة مهمة جدا في جميع المسابقات وتتطلب مضعفة الجهود من أجل تأكيد مكانة الفريق المتميزة والقدرات العالية التي يمتلكها من لاعبين وجهازين فني وإداري تمنى سموه التوفيق والنجاح للفريق في مشوار الفريق القادم ومواصلة تحقيق النتائج الإيجابية استطاع فريق قرطب من كسر رقمه السابق في أطول مسيرة مباريات دون خسارة حيث وصل إلى 12 مباراة في الموسم الحالي دون خسارة ليكسر رقمه السابق العائد إلى موسم 1998-1999 والذي كان يشير إلى وصول الفريق إلى 7 مباريات دون خسارة ترجمة نانسي قنقر